انتظر هناك هذا السؤال. هذا السؤال يتكلم بوجد الرياكشن لدي ا او ب. بكل بساطة انا اول ما ارى سؤال في سؤال او سؤال بالماده بدي اصدره هذا السؤال بشوف عندي بين ايه ورولار بي. شو اللي بصر عندي? تقلنا فريا فيدي دي اجرام. وعندي لوت 750 هاي ثلاث فيت هاي ثلاث فيت وهي 2 فيت. شو بعملن فريا فيدي دي اجرام? البين عليه رياكشن على اكس ورياكشن او واي. لفرضه ما ما بدي انا فرضتهم زي هيك. اه والبي هذا سببورت مايل بفرضه قوة واحدة اسمها او لو انه لو انه بين سببورت لو انه بين سببورت بقدر احكي اي اكس و اي واي نفس الاشي. يعني عادي لو حكيت اي اكس قصدي بي اكس و بي واي وبقدر احكي انه شو اسمه? اه قوة واحدة وبعدين احللها ما بفرق معي. يعني سواء رولر او بقدر احكي اه احلل مباشرة يا بحكي انه قوة واحدة. طيب. شو اللي صار عندي انا? هاي قوة واحدة اسمها نورمال بي. نورمال بي لانها قوة عمودية على السطح نورمال بي هياها نورمال بي. بتتحلل على الاكس والواي بتتحلل ساين و كوساين. اه بما انا معطني الزاوية عن سطح الارض زي هيك هاد ام هون. بلو نتو بتكون الاكس ساين والواي كوساين. يعني عكس التحليل للشابتر تو. هاي اكس و اي هسا شو بدي اعجلت دا وجد الرياكشن. طيب. بقدر اخذ المومت عندي بي. بقدر اخذ المومت عند ايه. احنا قلنا مشاين نوجد عندي ثلاث خطوات. ما بطبق غيرهم. بحكي. سيجما اف اكس. تساوي زيرو. سيجما اف واي تساوي زيرو. وسيجما مومت عند سببورت لو فرضت تأخذ ايه بتساوي زيرو. سيجما اف اكس تساوي زيرو. في عندي هون. هالي فريبت دي جرام. عندي اي اكس. لليسار سالب. وعندي سالب ام بي. سايني الثلاثين. هاي تساوي زيرو. هاي معادلة. بدي ما احكي سيجما اف واي تساوي زيرو. بحكي في عندي اي واي. وعندي سالب سبعمية وخمسين. وعندي زائد ام بي كوساين ثلاثين. هاي اش بتساوي? زيرو. هاي معادلة الرقم اثنين. طيب. بعدين باخذ مومت عند ايه? رح اقول له سالب سبعمية وخمسين في ثلاث. آآ زائد ان بي كوساين ثلاثين في ستة. المسافة هاي ستة. بعدين بقول له آآ مع قرب ساعة سالب ام بي ساني ثلاثين في اثنين. لانه هاي فباخذ المسافة هاي دهي اثنتين في ايه. هاد ايه يساوي بتطلع معي ان بي بعدين بتطلع معي اي يعني اي نبي لبتطلع معي응 باخط وا هون بتطلع معي اي وعدين بحط ابي لترات معي بتطلع معي اي اكس فبقدروا احل على هاي الطريقة انه خلص عندي ثلاث معادلات مش رح maintains إن تعمل غيرها. دايما ابلش بال يعني دايما بحكي سجما مومنت بعدين بحكي سجما اف اكس بعدين سجما اف واي يعني اي سؤال بالمادة بحلل لها باية الطريقة فبالتالي هاي انا اخذت اول الشي سجما مومنت بتطلع معي الان بي بعدين باخذ سجما اف واي بتطلع معي سجما اف اكس نفس الشي بس لو اخذت المومنت عند بي بصر اندي ثلاث مجهل بثلاث معادلات وصير اطول الحل كيف يعني راه اقول له انا اكس اثنين زاد او سارب اي واي بستة اي زاد سبعمية وخمسين في ثلاث تساوي زير هاي اول معادلة سجما مومنت عند بي وسجما اف واي سجما فيكس بتطلعوا لي هذول بتطلعني ثلاث معادلات ثلاث مجهل بحلهم والسؤال بصر طويل كثير عشان هيك باخذ دائما نحل الى اقصر هاي السؤال من اسئلة اللي بتعصي ايه